في الفيديو اليوم سنناقش مصدر حمض المعدة والعوامل التي يمكن أن تؤثر على أعراضه لذا دعونا نبدأ حمض المعدة هو مادة يتم إنتاجها من خلال خلايا الجدار المعدي لدينا يجتمل عملية إنتاج حمض المعدة على عدة خطوات مهمة أولاً هناك تحفيز عصبي وهرموني يحفز خلايا الجدار المعدي على إنتاج حمض المعدة الهرمونات مثل الغسترين والهستامين والأستيل كولين تلعب دوراً في تحفيز إنتاج حمض المعدة بعد التحفيز تنتج خلايا الجدار المعدي حمض المعدة باستخدام أيون الكولوريد سي أل وأيون الهايدروجين ايتش زائد يتم امتصاص أيون الكولوريد من الدم من خلال تبادل مع أيون البكربونات HCO3 داخل الخلية في حين يتم إنتاج أيون الهايدروجين من خلال مضخة البروتون في غشاء الخلية الجدارية من المهم معرفة أن إنتاج حمض المعدة يتم تنظيمه بواسطة آليات تنظيم معقدة الأطعمة التي تدخل المعدة وبعض المواد مثل الكافيين والكحول أو الأطعمة الحارة يمكن أن تحفز إنتاج حمض المعدة الآن دعنا نتحدث عن العوامل التي يمكن أن تؤثر على أعراض حمض المعدة نمط الأكل غير الصحي مثل تناول الطعام الحار والدهني والحمضي أو الغازي يمكن أن يثير أعراض حمض المعدة بشكل أسوأ بالإضافة إلى ذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الشاي وكذلك المشروبات الكحولية يمكن أن تزيد من حدة أعراض حمض المعدة لدى بعض الأشخاص لا ننسى أن الضغوطات النفسية يمكن أن تلعب دورا مهما على الرغم من أن الضغوط النفسية ليست السبب المباشر لحمض المعدة إلا أنها يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي وتزيد من إنتاج حمض المعدة وتفاقم الأعراض الموجودة ليس هذا فحسب بل هناك عوامل أخرى يمكن أن تسبب أعراض حمض المعدة مثل عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بلري واستخدام بعض الأدوية أو حالات طبية أخرى هذا هو ملخص المعلومات حول مصدر حمض المعدة والعوامل التي تؤثر على أعراضه إذا كنت تعاني من أعراض حمض المعدة مستمرة أو مزعجة فمن المستحسن أن تستشير الطبيب للحصول على تقييم إضافي شكرا لمشاهدة فيديونا اليوم إذا استمتعت بهذا المحتوى لا تنسى أن تعجب وتعلق وتشترك في قناتنا للحصول على أحدث الفيديوهات حول الصحة والمعلومات المفيدة الأخرى نلتقي في الفيديو القادم